راكلة ركنية في اول مباراة النادي الاهلي كانت ممكن تخلص المباراة بدري بدري في الديئة واحد واربعين ثانية النادي الاهلي هنا نرجع الفريم اللي قبله سريعا الاهلي لما بيجي يلعب الكورنر ده طبعا كل الناس عارفة محمد عبد المنعمة كريمة لما تيجي انت تبص مازنبي عمل حاجة غريبة جدا مازنبي حضت واحد اصاد علي معلول علشان الارتفاع بتاع الكرة وحط واحد على عرضه القريبة بص على الارباعة بتاع النادي الاهلي مع الارباعة بتاع المازنبي بص على محمد عبد المنعم ووسامة ابو علي هنا لما جي علي معلول يلعب الكورة هتلاقي محمد عبد المنعم الفريم اللي بعده على طول محمد عبد المنعم عاوز يتخلص من الرقابة ويروح الارض قريبة ومين اللي عاوز يروح الارضة البعيدة ووسامة ابو علي فاول محمد عبد المنعم اتحرك علي معلول ما لعبش الكورة فمحمد عبد المنعم شوح له بيقول له عم ما لعبتش كرة ليه. فالفريم اللي بعده يقول له استنى لحد ده مرجع اما محمد عبدالمنع يمدخل تاني في وسط الزحمة. اول بقى معالي معلول يجي لعب الكرة. نفس التحرك حصل. بس بقى اول هنا بقى جاء في لحظة. عاوز او ريك على التمركزة بتاع تلعيب النادي لاي. عارف احمد عبدالقادر واقف هنا بيعمل ايه? بيعمل بلوك للراجل اللي معاه عشان الراجل ما يقطعش على القريبة. محمد عبدالمنع ما يروح يقطع على القريبة نكمل الفريم اللي بعده. وسامة بوعالي يروح يقطع على البعيدة. عمر السلية سبق الراجل ووراء على طول رامي ربيعة. عارف كل ده ليه? عشان لو الكرة عدت من الاولاني وعدت من التاني وعدت من التالت تروح للرابع اللي عامل عليه احمد عبدالقادر بلوك. طب لو الكرة عملت باند تروح للراجل على الزاوية البعيدة خالص اللي هو سامة بوعالي فحانت انت لو بص بص بقى على الساهمين دول. لعبة النادي اللي قال لي سابقة. لعبة مازين بيعمل عليهم بلوك. والراجل لما كرة بص بقى الفريم ده الدايرة الاولانية دي. الراجل كرة تقلش من دماغه كفريم اللي بعده. كرة وسلت لوسامة ابوعالي والجون فاضي بس حطاه واعش جدا. الفريم الاخير هيوريك انو اسامة ابوعالي كان تقريبا لوحده قدام الجون. فالنادي الاهلي كل عارف ان النادي الاهلي بيذاكر محمد عبدالمنعب. بس كوميروس الكولر دايما عنده الحل في الكورسات.